ثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم بعث الرئيس عبدالفتاح سيسي برقية تهنئة للرئيس الصيني شي جينبانج للتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية لفترة جديدة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب عن تمانيته للرئيس الصيني بالتوفيق والنجاح في تحقيق تطلعات الشعب الصيني الصديق نحو المزيد من التقدم والإزدهار كما أشهد الرئيس السيسي بعلاقات الصداقة التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مصر والصين معربا عن التطلع إلى استمرار العمل المشترك والتنصيق بين البلدين في جو من الثقة والتفاهم المتبادل كما أكد الرئيس السيسي ثقته في أن علاقات البلدين التنائية سوف تشهد مزيدا من التطور الإيجابي في السنوات المقبلة لما فيه صالح الشعبين والبلدين الصديقين بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وفاة الأميرة الجوهرة بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تعازه وصادق مواساته دعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فاسح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان أعرب الرئيس السيسي عن شكره وامتنانه لروح الشهيدة مؤكدا العزم على استكمال مسيرة العطاء والتضحية من أجل الحفاظ على مجد الوطن وعزته جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع قادة القوات المسلحة عقب أداء صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطوي بمناسبة يوم الشهيد أدى لي تشانج اليمين الدستورية رئيسا جديدا لوزراء الصين خلال الاجتماع السنوي للبرلمان وحصل تشاي جانج على تأييد 1936 صوتا مقابل معارضة ثلاثة أصوات وامتنع ثمانية عن التصويت وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ قد رشح رئيس الوزراء الجديد للمنصف في وقت سابق ليقع على عطقي إدارة ثاني أكبر اتصاد في العالم تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندر لاين بتقديم الدعم الأمني والاقتصادي والإنساني لأوكرانيا طالما احتاجت إليه وفي بيان النوم مشترك عقب اجتماع بايدن والمسؤولة الأوروبية بحث خلاله الأزمة الأوكرانية أكد الجانبان الالتزام بتوفير وحجة دعم الدولي بما في ذلك القطاع الخاص لضمان الاستقرار الاقتصادي لأوكرانيا ومساعدة وتدريب العسكريين الأوكرانيين أجل تخدمة الطوارق في ولاية كوينزلاند الأسترالية عددا من السكان إلى مناطق آمنة بعد أن اكتحت فيضانات عارمة ناجمة عن أمطار غزيرة شمال غرب المنطقة وقالت الشرطة إنه تم إجلاء 53 من سكان إحدى البلدات منذ أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات الأسبوع الماضي وظل نحو مائة من السكان في البلدة وتستعد الشرطة لإجلاء المزيد من الأشخاص حيث تتوقع خبراء الأرصاد أن تبلغ مستويات الأنهار في المنطقة ضروتها الأحد ورياضيا حصد المنتخب الوطني للجود تسع المدليات ما بين ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات البطولة الإفريقية المفتوحة للشباب المقامة في تونس التي تتنافس فيها 21 دولة وأوضح الرئيس الاتحاد المصري للجود أن البطولة كانت قوية للغاية واستطاع المنتخب الوطني أن يحقق نتائج متميزة لافتا إلى أنه يجرى حاليا الإعداد والتجهيز للأحداث والمسابقات المقبلة وأوضح أن هذا الجيل تم أعداده وتجهيزه لإعتلاء منصات التتويج في كل البطولات القارية والدولية ختام مجزء الثامنة فاصل وأنا أود لحضركم استكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر